اهلا احبائنا مشاهدينا في كل مكان رح اتكلم عن يسوع المسيح او يسوع المسيح مثل ما ذكرت انا موجود على جبل صهيون مقابل جبل الزيتون هذا الاسم او اللقب الاكثر شيوعا يسوع هو الاسم الشخصي للرب يسوع تعني يهوى يخلص يدعى اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطياهم ولكن دايما ملازم لكلمة يسوع يسوع المسيح فالمسيح هذا اللقب اللي اشتهر فيه يسوع وطبعا مرات كتير منسمع يسوع ابن الانسان ابن الله او الرب هذه كلها الاسماء والالقاب الاكثر تداولا في ايام المسيح وحتى يومنا هذا لكن لقب المسيح مهم جدا فالمسيح او كلمة مشيح في اللغة العبرية تعني الممسوح من الله او الممسوح بالزيت فالمسحة احبائي مهمة جدا فمثلا احبائي قديما كانوا بيمسحوا الملوك مثل ما ابتدت مسحت داود ملك على صهيون عندما يقول مسحت تعني بالزيت زيت الزيتون دهنة الزيت دهنة خاصة لمسحة الملوك فمثلا منشوف انه مثلا شقول الملك مسحة ثم داود الملك والنبي مسحة ايضا سليمان مسحة بالزيت فكلمة مسيح تعني مرادفة او هي مرادفة لكلمة الملك وفي العهد الجديد الكلمة مرادفة المخلص او القاب واسماء المسيح اللي كانت تستخدم مثل مسيح الرب مش بس كانوا يمسحوا الملوك كمان الكهنة مهمة جدا قبل القيام باي عمل في اي خدمة سواء في الهيكل او في خيمة الاجتماع قديما كان لازم يمسحوا كل شيء بالزيت وطبعا لازم يمسحوا الكهنة بالزيت تسمى مسحة الخدمة فمثلا موسى مسحة بالزيت المسحة كانت للتقديس والتخصيص وايضا المسحة للفرز يعني فرزة لمهمة خاصة لعمل خاص مقدس وطبعا كانت في خدمة الهيكل او خدمة الذبائح فالشخص ينبغي ان يكون ممسوح من الله فكانوا بيمسحوا الملوك وكانوا بيمسحوا ايضا الكهنة واحيانا كمان كانوا بيمسحوا الانبياء بالزيت لمهمة خاصة ولكن احباء يسوع المسيح شغل التلت وظائف مسيح الملك يعني كان ملك وكاهن وايضا نبي والقاضي ايضا فهذه الوظائف وظائف يسوع المسيح كلها لانه ممسوح من الله هذه المسحة مش شيء جديد الشعب القديم كان بيتوقع من انبوات مجيء المسيح او مجيء المسيح وحتى قبل مجيء المسيح عدة مسحاء حاولوا يدعوا انهم مسيح او مسحاء وكان طبعا الرمان يقمعوا اي محاولات لقمع انه شخص يدعي مسيح وطبعا يجتذب شعب او جمهور وراه فكانت التوقعات كلها حاول المسيح او مجيء يسوع المسيح ولكن النبوة اللي بعتبرها واحدة من اهم النبوات في الكتاب المقدس هي نبوة دانيال فدانيال بيتنبأ عن مجيء المسيح بيتكلم عن الاحداث بالتسلسل بيتكلم عن بناء اورشاليم ثم اتفرد بهذا اللقب المسيح يأتي وبيتكلم عن عمل المسيح ثم يقطع المسيح بيتكلم عن تقديم الذبيحة وموت المسيح وحتى هاي النبوة بتنتهي او بتستكمل بخراب الهيكل اللي تم في سنة سبعين ميلادي فاذا من خلال النبوات منشوف انه الناس كانت تتوقع مجيء المسيح مثل نبوة اشعياء ونبوات اخرى التي تتحدث عن مجيء يسوع المسيح فاذا هذه النبوات كانت يعني تخلق التوقع والانتظار والصلاة لمجيء مسيح طبعا بالنسبة لليهود مجيء المسيح او المسيح هو في نظرهم لكي يطيح بالامبراطورية الرومانية ويبني مملكة من اورشاليم وطبعا هاي المملكة تحكم كل الارض طالما انه عنده القدرة الالهية بصنع المعجزات وامور خارقة فاذا المتوقع من المسيح يقوم بالثورة ويحكم من اورشاليم ويبني طبعا اورشاليم ويحكم الارض هذه كانت التوقعات قديما عن يسوع الذي يدعى المسيح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة